السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة إبداعات نعيمة التعليم الخياطة درس اليوم هو درس سروال لا هو سروال تقليدي ولا هو سروال عصري نقوله تقريبا بين و بين أو أنه عصري هذا سروال بقواعد مبسطة وقواعد مضبوطة فقط لن يوجد شركة لا تقريبا تقليدي لن يجب ان تقليدي في المقصات من كنالي مقصات من كنالي نستيق ونصلح في الدرس المقصات كنالي دورات الورق دورات الركبة علو الرقبة ودورات الرجل طول واضح كنا اخذوه من الحزام للأسفل السيدة دورات الركبة كنا اخذوها على حسب الرغبة علور الركبة كتخذ من الحزام للنقطة للركبة بالضبط دورات الرجل كذلك في الأسفل على حسب السيدة عندنا دورات الورك هي اللي مهمة غادي نهدرو عليها دورات الورك كنا نعبروها بهذا الشكل بحلها كنا نعبروها في الفخدين او المؤخرة ديال السيدة واحد نقطة مهمة بزاف هو ان كل سيدة وفين عندها الغلد ديالها فما ما داش نجيو ناخده العبار وصفين نقولوا سلينا غدت دري سنتيم بحلها غادي تاخده يا اما عريض يا اما غدت تاخده ربعة سنتيم زايدين بهذا الشكل ولكن وانتي كنت تاخدي العبار باش تعرفي السيدة وانتي عندها الغلد كيلي عندها الجناب كيلي عندها الاسفل كيلي عندها كيلي عندها الورفة غادي تديري بهذا الشكل غادي تحاولي تطلعي وتهبطي السنتيم فاشتع باش تطحي في النقطة اللي خاصكي تتخذي فيها العبار وصحيحة يعني هذه النقطة مهمة بزاف هذا بالنسبة للعبار ندوزوا لتطبيق الدرس اول حاجة يعني اللي كي لقوا فيها بزاف المبتدئات المشكلة وهي المسافة ما بين الحزام او القعدة او كيفين غن ناخدو الحوض كينين اللي كي ديروا واحد الخط هكا ديال لاستيك ثمانية عشرة سنتيم وعد كي ديروا المسافة من لاستيك الهنايا كي يخطوها عن طرق مثلا كين الخياطة اللي كتدير او غالبا كي يخطو الطول مقسوم على اربعة زائد اربعة سنتيمتر يعني ثمانية سنتيم او عشرة عد زائد هاد الخارج فانا غادي نجي نختصر لك المسافة وغنقول لك غادي تخذي في الاول الطول زائد الخياطة اللي نفرض الخياطة عند نسا سنتيم غادي تقديم الطول ديالك زائد الخياطة والاول غادي تجيبه من هنا غادي تخذي الطول ديالك انتي انا مثلا جاني هنا هدا هو الطول اللي بغيت اه دورة غير دورة الطول اولا ثاني حاجة هو المسافة ما بين الحزام والقعدة انا غادي تجي من هنا اللي هنا غادي تعبري ورابعين سنتيمتر يخox من هنا البلاد 50 متر في ها الأبد promised أشكل نقسم الثوب على أربعة هذا هو الطول هذا هو العرض عرض لطول 1-110 عرض 1.5 متر سوف نطوي الطوب على 2 متر و نقطع الطوب على 4 متر وبما انه ماشي بحل الامام بحل الخلف باش يجيس روع المزيان وميجيس سواقي او فيه مشاكل كان ينوح الفرق بالخلف و بالامام لانه اصلا السيدة ماشي النساء خصوصا ماشي بحل الرجال يعني مرأة تكون عمرة وعندها بحل الرجال و حلتها كما لو انه متنى على اثنان و استغلت هاد الخط ديالها التنية و درت بيه خط به هاد شكل هكا هذا هو التوب ديالي غا نرجع لي في الاخذ الفيديو نفصله قدامكم باش يشوفوا البنات اللي كي بغيروا يشوفوا التطبيق ها هو هذا متنى على اثنان هو هذا التوب فاش نعطي نتنيه على اثنان على اربعة نعطينا نعطينا واحد الـ 36 مثلا هنا انا عندي 36 هنا عندي 36 هذا التوب متنى على اثنان هذا الامام وهنا الخلف و انا كان خدمة نوريكم الفرق بين الامام والخلف هنا قلنا اغبطنا بـ 40 سنتيمتر هذه من المسافة من الحزم القعدة هنا المسافة من الحزم القعدة وهذا الطول كامل زائد الخياطة اول حاجة نديرها هي دورة الورك لدينا دورة الورك شحل مكة القيص لدينا مقصات مقصوم على اربعة زائد واحد سنتيمتر مثلا لنفرض انه دورة الورك لدي فيها واحد مئة وعشرين مقصوم على اربعة ثلاثين زائد واحد سنتيمتر ها هي ها هي ها هي ها هي المسافة ونفسها المسافة لدينا مقصوم على اربعة زائد واحد سنتيمتر مقصوم على اربعة الآن سوف نتطبق القواعد حتى تخرجوا السروات اجعلنا دورة الورك سائد واحد سنتيمتر الخياطة اول حاجة نديرها هي كيف نصيب القعدة هذا هو الدورة الورك هنا نصيب القعدة سوف نديره باستة سنتيمتر هذه قاعدة بالنسبة لدينا من المش 부�inated تقديد باستة سنتيمتر وаемся من المشرفة مع commonly لدينا الرأس انهزل إذا لم تقوم بإيدك سوف تقوم بإيدك نأخذ القاعدة الأمام القاعدة الأمام لا تقوم بحل القاعدة الخلف سوف نقوم بحل الظهر سوف نقوم بحل 1.5 سنتيمتر نقوم بحل الخط بحل خضر القاعدة الآن سوف نقوم بحل 9 سنتيمتر سوف نقوم بحل 9 سنتيمتر نقوم بحل الخط هذا هو الفرق بالقاعدة سوف يتطبقي درس و تبدأ في الخياطة سوف تفهمي علاج إليها في الخط سوف نبدأ الخيط سوف نقوم بسنتيمتر ونصف سوف نقض هذا في الخياطة سوف نقوم بالنسبة للخلف سوف نقوم بسنتيمتر سوف نقوم بالخط نقوم بسنتيمتر خلف اللعمة يحتاجونه كبير لأن الخلف أكبر خرجنا بسنتيمون نصف وخرجنا بتسعود سنتيمتر وصلنا للنصف ديال هاد الاربعين سنتيمتر وقدرنا واحد الخط بهذا الشكل حصلنا دبا على القعدة ديال الامام وديال الخلف لكن ما زال كينشي اختلافات نصف من القدام لن نضغره من قدام لن نضغره من قدام من هنا إلى هنا وندخل بثلاثة سنتيمتر هذا القواعد هذا قواعد جيت من هنا ودخلت بثلاثة سنتيمتر وننهبط بحال هاد شكل هاك وهذه هي القعدة ديال الامام ما زال واحد نقطة اخرى كنت تبرز الاختلاف بالامام والخلف هو انه القدام مخصوش يجي طالع بحال الخلف اشنو غانديرو غنجو من هاد النقطة اللي هنا وغنهبطو هنا بثلاثة سنتيمتر ثلاثة سنتيمتر ونحطو نقطة هنا وغادي نشركوا هاد الخط مع هاد الخط بهذا الشكل هاكا هذا بالنسبة للسيدة اللي فورمتها عادية فاش نصادفوا سيدة عندنا مثلا غليظة او عندها اردف كبار او عندها مؤخرة كبيرة يعني عندها ديك بلاسة كبيرة فهتحتاج السروال من الخلف يكون كبير شوية فاحنا ما غديش نكتفى فقط بهبطنا ثلاثة سنتيمتر الامام وخلينا الخلف وانما غنزيدو ثلاثة سنتيمتر اخرى مهم تذكروا هالثلاثة سنتيمتر اخرى اللي زيتها هنا ما كنزيدوهاش لكل سيدة السيدة اللي عندها فورمه عادية وطي عادية فيكفي انه نهبطنا بثلاثة سنتيمتر سيدة الليغة 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 وعندها المؤخرة كبيرة للأرداف فنحن نحتاج أن نزيدها 3 سمت متر اخرى ونشرقها هذه النقطة مهمة إذا لم تتجد مشكلة فتجد أن تشكو بأن نصرها ويستحسن يكون طالع سنجد دورة الركبة قسمناها 2 سمت متر زائد 1 سنتيمتر الخياطة جاتني هنا نفس الشيء جاتني هنا جاتني هنا حتى هنا سنجيني هنا سنجين شرك هذا مع هذا بتشكل ولكن لا يجب أن يكون خط بحالها يجب أن يكون مقوس حتى نضيفها حتى نصرها بعد مسترات المسترات وهو لم يكن أستعملها حتى نتجد الخط ونقسمه من الوسط ونقوم بسنتيم واحد ونصف ونضيف نقطة ونقوم بسنتيمتر نفس العملية سوف نقوم بخطة نقوم بخطة 1 سنتيمتر و نصف نقوم بخطة و نقوم بخطة سوف نقوم بخطة نقوم بخطة دورة الرجل تحت قصنتها على جوج سوف نقوم بخطة دورة الرجل سوف نقوم بخطة نقوم بخطة هذا نقوم بخطة نقوم بخطة لماذا كنت سابقا مؤثرة فأنا كنت أضطر أن نكتب درس وكنتمنى أن تتبقوه وتكتبوه عندكم تحتاجوا وتقدروا ترجعوا لي وبنسبة للبنية التي يلقوا صعوبة لكي يفهموا فأنا سوف نخدم معك في التوب ونفصله لكي تفهمي أكثر ها هو التوب قلت قلت هبط من هنا ب40 سنتيمتر قلت ناخد القياس الورك ونقوم بخطة نقوم بخطة سوف نقوم بخطة 6 سنتيمتر ونقوم بخطة ونقوم بخطة نقوم بخطة نقوم بخطة نقوم بخطة 9 سنتيمتر ونقوم بخطة نقوم بخطة ونقوم بخطة نقوم بخطة ونقوم بخطة نقوم بخطة نقوم بخطة وسوف ندخل 3 سنتيمتر ونقوم بخطة ونقوم بخطة نقوم بقية القياس القياس ونقوم بقية 2 زائد 1 سم نقوم بقية 1 سم ونقوم بقية 1 سم نقوم بقية 1 سم ونقوم الأسفل ونقوم أسفل ونقوم بقية قياس كم الخط سوف نقوم بخط ونقوم بخط ونقوم بخط نقوم بخط ونقوم بخط نقوم 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 بعمل الاثنين هناك الفرق بين الأمام والخلف السروال والأمام والأمام وكانت شوية الفرق فرق 1-3 سنتيمتر أتمنى أن تكون مفيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته